مكتبة خصص الوالد في البيت غرفة تضم آلاف الكتب يتوسط رفوفها مجلس للقراءة مكون من طاولة وعدة كراسي وفوق الطاولة حاسوب ودرج يشمل عدة أقراس مدمجة طالما لاحظت هناء وسعيدة والدهما وهو يدخل المكتبة ويغيب فيها لساعات كانتا تعرفان أنه يقرأ تعجبتا للوقت الذي يقضيه في القراءة كل يوم قالت هناء لأقتها والدنا يحب الكتب فردت سعيدة لأني لا أعرف ما فيها سرت مشاقة لقراءتها قالت هناء وأنا أيضا طلبت هناء من والدها استضافتهما في مكتبته رحب بهما وأخذ يشرح لهما محتوياتها أحس الوالد بابنتيه وهما تشعران بشيء من الهيبة فقدم لهما شرابا ثم عاد ليجول بهما بين رفوف المكتبة وهو يعرفهما بالكتب التي تحتويها والأقراس المدمجة ومحتوياتها بعد تلك الجولة جلس الوالد إلى ابنتيه ينتظر منهما قول شيء قالت هناء يا أبي هل قرأت كل هذه الكتب؟ رد عليها ليس كلها وسألته سعيدة لماذا تقرأ لساعات في اليوم؟ رد عليها لكي أتقف نفسي وأستمتع بمتعة القراءة التي لا تضاهيها متعة أخرى وأنتما لماذا لا تقرآني الكتب؟ ردت هناء نحن نقرأ كتبنا المدرسية فقال لها والدها جميل لكنها وحدها لا تكفي لتتقيف الإنسان فغداء الروح كغداء الجسد يجب أن يكون متنوعا غنيا ثلاثيين ثلاثيين اشتركوا في القناة